وفي سوريا وبرعاية روسية وقعت المعارضة السورية اتفاقا مع النظام يخص حي الوعر المحاصر في محافظة حمص وكانت لجنة تفاوضية أجلت التوقيع على الاتفاق بسبب خرق قوات النظام وقفا لإطلاق النار كان ساريا في الحي وتنص مسودة الاتفاق على مغادرة كل الراغبين من مسلحي المعارضة والمدنيين لحي الوعر والتوجه إلى الشمال السوري أو ريب حمص الشمالي المحاصر على أن تنتشر شرطة عسكرية روسية في الحي لضمان أمن السكان